وسط انهيار للمنظومة الصحية في البلاد وفقدان خطط الطوارئ واستهتار الشارع بمخاطر الوباء يواصل كورونا انتشاره بشكل متسارع في العديد من المحافظات تسارع يفقم حالة الخطر الذي يتهدد حياة الآلاف الذين يعيشون أيضا تحت وطأة أوبئة أخرى كحمضنك والكوليرا والمكرفس وغيرها من الأمراض تقول اللجنة الوطنية العليا للطوارئ إنها سجلت خمسا وعشرين حالة إصابة بفيروس كورونا بينها خمس وفيات منذ العاشر من إبريل الماضي وفق الأرقام المعلنة فإن الفيروس تفشى حتى الآن في خمس محافظات هي عدن وحضرموت ولاحج وتعز وصنعاء مع وجود احتمالات بانتقاله إلى محافظات أخرى أمام خطر كهذا تبدو البلد المنقسمة على أحزانها عاجزة عن مواجهة الوباء وهي التي تصارع منذ خمسة أعوام نفوذ الميليشيات وغياب الدولة كما تصارع مرارة العزلة والحصار والحرب تقول منظمة أنقذ الأطفال الدولية إن اليمن غير مجهز للتعامل مع تفش واسع النطاق لفيروس كورونا ومثلها حذرت منظمات دولية كثيرة وعلى رأسها الأمم المتحدة بيان المنظمة أشار إلى وجوب أن يتوقف العنف حتى يتمكن المواطنون والعاملون الصحيون ومنظمات الإغاثة من التركيز على إبطاء انتشار الفيروس والتخفيف من آثاره محذرة من خروج الأمر عن السيطرة الصحة العالمية وهي المنظمة الدولية المعنية بدعم الحكومات لمواجهة كورونا تبدو غير مكترثة بتقديم ما عليها أو هكذا تشير تصريحات المسؤولين الحكوميين فحتى الآن يقول المسؤولون المحليون في عدن وتعز إن منظمة الصحة العالمية تبدو غائبة ولا تملك سوى تقديم بعض المستلزمات التي لا تكفي لتلبية متطلبات فرق الطوارئ